كيالكم النهاردة بكس عجيبة شوية حاجة كده ولا أحلام العصر يعني أنا كنت أسمع عن بطل يخش في رواية بطلت رواية تطلع للواقع الخيال المقبول اللي تعودنا عليه ده إنما شخصية رواية عايشة في عالم الروايات وليها دول في كذا رواية ومش بيعجبها العذب ولا السيوم في رجب حيلوة دي لأوة جديدة كمان كملوا معي للآخر بقى عشان نشوف الكرياتيفيت غسلة في السيل لحد فين بيبدأ مسلسلنا بشخصيتنا الخيالات اللي بتقول إنها طول عمرها بتاخد أدوار سنوية في الروايات وبيحصرها في دور البطلة الثانية السفرة لحد ما في مرة استلمت رواية بتتكلم عن المدير المغرور مو اللي عنده حساسية من الستات كلهم إلا البطلة لو اللي هتبقى اسمته ونصيبه وكلام كده وضع بطنة شي وإيا بتقرأ وبعدها عرفت أكتر عن شخصية لو إنها عندها القلب وأزمتها القلبية مش بتروح غير لو حد بسها من ناس لعيلة مو وقلت شي ما كانتش فاهمة إيه الحب كاللي لغي دور دكتور مجدي عقوب دي بس كمليت رأي وعرفت إنها عتموت لو ما بسهاش موت فاتجوزت وقبل الفرح ما يفلس جيش الرير الرواية هان ضربها في بطنة وقتلها والفرح اتقلب عازة وخلصت الرواية على كده فبتيرت شي أكتر عن هان وبتعرف إنه ابن غير شرع العيلة تمو وما حدش معترف بيه في العيلة وولا طيقه ومش مهتم بالحب والكلام الفارغ ده ومش بركز حاجة غير إنه ينتهي من العيلة دي ويقتلنه كل اللي بيحبهم وبعدين بتيرى إن البطلة التانية للرواية اسمها الصومج وابتكراش على ممنه واما صغيرين وحاولت تسمم له في الفصول الأولى ده غير إنهم اتهم ولو إنها بتحاول تاكل بعالي منه حلاوة وتوقعه وكمان صومجة ما سابتهاش في حالها وضيقيتها وده طور على قطع بمو بسرعة فاتما ساكدت شي برأيها وقالت إن الرواية دي مهروسة وإنها عملت دور الحربوها ده مليون مرة قبل كده قس الولد اللي ادها الرواية ما دهاش فرصة تقبل أو ترفض ورح زقاها جوه الرواية عشان تبدأ حياة جديدة باسم جديد وشخصية جديدة بس يا حرام ما كانتش تعرف إنها تسحى طلع نفسها نايمة في سرير من الصندق وبيسألها أنت مين وهي كمان ما كانتش مجمعه ومين وبيعمل إيه هنا فقال لها إن البلد كلهم بيجروا وراه وأي واحدة تتمنى تكون معايا وحاول يقرب منها ويضايقها راح يتمدياش على اللوت خلى راح مننا خالص جدع يروح استمري وبعد لحظات خبطت سونج على الباب وطلبت من اللوت افتح لها عشان هي متأكدة إنها جوه وهي هنا كانت الصدمة وتخضزت شينا ما لايت نفسها بطلة الرواية لو إن اللي مرمي على الأرض ده مو ولازم تمشي مع الطيار رغم إنها بتعرفش مين الجامد اللي قرر يخليها بطلة ده وليه محدش قال لها كده وبعدها سمعت سونج بره بتقول للحراس إنهم أول ما يدخلوا ينسكوها فبتفع من الأحداث ماشية صح وإن سونج بتحاول تفتري عليها وتقول إنها في علاقة مع مو بالذات إن فيه واحد جي وقال لهم إنهم مش لقين مو وملاقيتش له حل غير إنها تفتح الباب وترش عليه ومية تطلع تجري حل مبتزن محدش هيفكر فيه بصراحة وطلعت له تجري وهما يجروا وراها وصونج في القودة مستحلفة تجيب حق أمو اللي دخلت لقيته واقع على الأرض ومفبوط أما هان فكان وصل له الصوت العالي لحد قطته في الفندق وسأل السكرتير بتاعه عن الدوشة اللي برا فقال له لا لا ما تقلاش يا باشا دول بيدوره على مو بس فرح قال له إن شاء الله ما ريجعوا شكله كده مش هيلحا يمضي الصفقة الجديدة مع عالة سونج وهاخد عنا وفي وقت التفطيط الصعباني ده باب القودة خبط وطلعت له وقف برا شامع تحترك مستنيه حد يدخلها عشان قلبها بس تحملش الجريدة كله ولما دخلت قودة هاني ابتكرت إنه هو كمان من عالة مو حتى لو إبنى غير شرعي يعني لو سلمت عليه سلام من اللي هو هتخف عادي برضه فدخلت عليه وبدل ما تقوله مساء الخير قامت مسلمة عليه سلام من اللي هو أو يعني ودي سرعة في الأداء أحييها عليها والله خلصت مهمتها وحست نفسها بيت أحسن ومش تعبانة والكلام اللي بيتقال باي إنه طلع صح بس فصلها أنا عن اكتشافها العظيم وقال لها تطلع برا لما تعملش التصرفات الرخيصة دي تاني عشان مش هتكل معاه فافتكرت إنه كان عدو المرأة ومش شايف قدامه غير الانتقامه بس وفي اللحظة دي كانت سونج وصلت على باب القودة لما فكرت إنه ممكن تكون له مزقوقة من هان منافس مو وساعتها السكرتيري عطالها على البيب وقالو كانت جوا تقنع هان يساعدها فقال لها إن المساعد ربنا يا أختي وأنا مليش فيه فلاقيت إنه ذو مش نافع معاه وقالت له إنها عارفة إنه بنعيلة مول لتخلوا عنه ما اعترفوش بيه فما لقاش قدامه حل غير إنه يسمع كلامها ولبسها بورنس وخباها وساعتها دخلت سونج سألته عن البنت الهربونة فقال لها أنا راجل محترم ومش هخبي واحدة زيائها عندي بس ساعتها كانت لمحة البورنس فليح إهان الموكف وخبه له في حضن عشان متشفهاش وقالها تتفضل مع السلام عشان هيكله راميون دلوقت وهي شكلها زكية فخدت بعضها وخرجتك منها ملهاش في الراميون يعني خلصوا الراميون إيه قصدي يعني خلصوا تمثيل والسكرتيري كان واقف منبقر قوي وسأل هان إيه ده إلتلك في الستات؟ فقال لنا ميمي آه بس تسراجل قوي ما كانش انتقام ده اللي عباوة صمعت الراجل المهم قطعت له الحوار المحرك ده وطلبت منه يكمل جميله ويخرجها من الفرده عشان أكيد سونج وقفة برجالتها تحت وفعلا عده من قدام رنجالة سونج وسونج شخصيا ما عرفتهاش وقالت له له يركب يتحرك هو بالعربية وهي هتقابله على أول الشارع بس ساعتها كان عده وقت طويل وموصلتش فقال للسكرتيري سو لأنها مش هتاقي وفعلا هي كانت مستخبية ورا محطة البص وبتقول شرير زي هيقتلها لو قلت له هي ازاي عرفت انه بنعيل تموت وساعتها كان فيه شاب زريف وقف وراها وسألها مين ده اللي هيقتلك فقالت له متامين قال لها صباح الفل يالو وانا اخوك الصغير قالت له سوري محدش قال لي فقعدت له معاوه بالمرة تعرف اكتر عن شخصيتها وعرفت منه ان اهلهم ميتين وانها مديونة بفلوس كتير وعندها القلب واضطرت متكملش تعليمها وبتصرف على تعليم اخوها فقالت له ايه كمان يا قلب اختك كالت مال يتمه وحست ساعتها انها عايزة ترجع لأدوار الشر اللي بتعيش فيها بتفطر جنباري بتتعش سيمو في ميه وان حياة البطلات دي ما تلاعدش تستهل كل الضجة دي فكرت تشي مع نفسها وقالت انها واخدى دور اللو ده بالغلط وفي مشكلة في الرواية وانها لازم تلاعموه عشان الاحداث تمشي زي ما هي مكتوبة فسابت اخوها وراحت تدور عليه وساعتها هو كان في المستشبه والدكتور قال لي اهله والسونج انه في غيبوبة ما شاء اللهش ان لوت تشي كان قوي جدا وسفنت سونج اهله على له وقالت لهم هي اللي كانت معاو هيربت وساعتها الدكتور قال انه كان شارب حاجة اسفره مخليه واخد وضع حمد الوزير وان الجرعة الزيادة دي هي اللي دخلته في الغيبوبة امامته كانت هاتي الجنن عشان عارفة ان ابنها عنده حساسية من الستات وان اللي بيحصل ده مش طبيعي ولازم يتقبض عليها فسونج قالت لها رايحة كده يا طنت وهدي انا هتصرف معاها من غير شوشرة يعني انا فيما امرت ابنك برضو سؤولي يا رب وساعتها تشي كانت وصلت المستشفى في سماعيتهم فقالت يا حلاوة البطل فغيبوها من اول فصل وانا كده هموت لو ما بسنيش بس للاسف ما لحقتش اكام بالسيوح عشان سمعت سكرتير سونج بيقول لها ايدا مش انت اللي طلبت الحاجة الاصفره ازاي شربها مو فقالت له ان مو دخل قوضة غلط وشربها بالغلط وانهم دلوقتي لازم يلاقوا له ويسكتوها خالص وكده كده محدش هيضر يساعدها طول ما عيلة سونج وعيلة مو بيجروا وراها فجاتت شي تحاول تهرب لقيت هنف والشاب يتحك لها دحكة شريرة تليق بيه كده وخدها من افاها يتكلم وقال لها انه منسيش انها خلعت اخر مرة منه وحشرها في الحيط عشان ما تهربش وسألها عرفت منين انه ابن عيلة مو ومن غيرها يعرف فقالت له انه محدش غيرها يعرف انه هو دواها قال لها ليه يا روحي عندك صداع وانا ريفو فحكيت له مرض قلبها وقالت له ان ازمتها القلبية بتخاف اول ما تبص حد من عيلة مو عشان كده لما بسيته فهمت انه ابنهم فسأله هجيلك الازمة امت قالت له حسب الاحداث بقى وهي ماشية بس صاحبنا فيد المسر ومستنيها تثبت له صحي الكلامه فخدته جنينة وقعدت تفكر مع نفسها امت ممكن تجيلها ازمة قلبية ولقيت انك لشهاد الروايات بتقول ان حاجة زي الازمة القلبية دي تجي في النحظات المؤمة وبيتقفل بها البار تلزوم الحماس وكده يعني فاكيد اكيد مفيش ازمة قلبية هجلة وهي بتشرف النسكة في الصبح يعني قعدت تفكر اكتر ولقيت انها عمرها محبة قبل كده بس قالت ان الحب بيجي في 5 دقايق والحكاية كلها تسبيلتين وسلم ووشن وموسيقى الحج متولى في الخلفية وشكرا على كده فجريت عليها ليعني كده سلم ووشنوه بعد انك عملت نفسها زي اخواتها بطلات الروايات التانية وكان عندها امل يمسكها ويعملوا اي كونتكت بس الولد والله اسم على مسمى وهان عليه سبع طوعة عادي فقالت له انت كده بواست الجو والرومانس وكده مش هتوتر ويجي لي ازمة قلبية قال لها بلستك تقعد نفس السبب برضو ولا هي سهوكة وخلاص اس بنتينا فضلت على موقفها وجريت ترمي نفسها قدام العربية بس برضو ما رحش عمقازها ويسا واشتامها ومشي فقال لها هان انه مش هينقذ عشان لو العربية داستها تبقى كده وفرت عليه ومش هيحتاجي يقتلها بس لو تصابت هتبقى فرصة جيلها ازمة قلبية وهو ده اللي ام عايزينه فقالت له ياريت لم نصك في بعض شوية بس ده مش سهل يحصل لانه عارف ومتأكد انها مش بتقول الحقيقة وحتى لما طلب منها ده ما رديتش تقول حاجة فخدها يأكلها يمكن الاكل الكتير يجيب لها ازمة قلبية وهناك شافت سونج وامه منه فاجأة فاستخبت منه وسعيتها هاني التالية عليها وقال لها شكلك بتخفي منها اوي فقالت له الفرق بينك وبينها ان واحد فيك وعايزي موتني النهار ده والتاني اخره بعد بكرة بالكتير وبعدها على طول استخبت تحت التربيزة لما لقيتها دخلت عليه وقعدت سونج تتكلم مع هان وبعدها وريته سورية لو سألته لو يعرفها فبندها شعاد نفع وسألها لو كانتها تشارك عينة موهنها لو عملت كده تبقى خسرت ويشت طيب وما تنومش غير نفسها والكلام هذا خدت لها حس ان له علاقة بلو وقالي فاجأتها الازمة القلبية تحت التربيزة وطلعت في الاخر عندها حق ومش بتيجي فعلا غير في اللحظات الصعبة فحاولت تئز التربيزة عشان تشرح له ان فيه بنيان ما بتموت هنا ساعتها سونج خدت بالها ان فيه حاجة غلط بس السكرتين لهيها وخلها تمشي ووضت هان تحت التربيزة يشوف لو مالها وباسها على طول قبل ما يغم عليها وفعلا طلع دواها زي ما قالت وفي العربي اوهو بيوصلها شكرته انه انقص حياتها فقال لها انه ما عملش كده عشان سواد عينيها وانه ما كانش عايز سونج تعرف عن علاقتهم عشان ما يخصصش شغنه مع عائلتها وبعدين غير الموضوع وقال لها ان كده ما فيش حد غير هيعرف السر بتاعه وانه ابن عائل تموت وانه السر ده لازم يموت معاها بس بنتنا تلعت زكائي ومسجل له وهو بيقول انه ابن عائل تموت وقالت له انه ما فتحتش موبايلي كل نص ساعة تسجيلها يتباعت اوتوماتيك للجرائب كلها والبلغ كلها تعرف حياتك بس ده طبعا لو غدرت بيا واستغلته له اسوأ استغلال وطلبت منه يسرف عليها ويجيب لها بيته ويأكلها ويشربها مقابل سكوتها فحس هان ان اللي بيعمله في الناس بيطلع علي دلوقتي ومن بنت لسه عارفها من ساعتين بس وما ينفعش يقول لها غير امين وحاضر حتى لما قالت له انها تبات معاه في بيته النهاردة قال لها تقنسي واتنوري وفعلا تلعت معاه بيته وانبارد بي عشان هو مليونير مليونير واحتلت قطه وسريره وقالت له تفطل انت على قط الطيوف وفادلت مهد ده بالريكورد اللي معاها وبالليل حاول يرجع قطه ويحاول يفتح موبايلها يمكن يعرف يمسح الريكورد بس ساعتها بنتنا كانت بتحلم بكا بوس شايفة فيها انبيتلها يوم فرحها ايه ومو ومن ملامح والشاو ايه ينايمة افتقرة انجت لها الازمة خلاص وفاضل دايه ويوصل الريكورد للصحافة ولازم تسحى تفتح الموبايل فما كانش قدامه حل غير انه يسلم عليها سلام من لهو فصحيت تزعله واكدت ان الريكورد ما يوصلش سألته تتعمل ايه في قطي فقال لها البيت ده بيتي والقضة دي قطي وانا براحتي فرجعت تحس تاني ان حياتها وهي شريرة مسيطرة كانت اسهل كتير وتاني يوم على الفطار عارف هان من سكرتيره ان العيلة ما بقيتش تطلع اي اخبار جديدة عنه ولا حد عارف وضعه ايه في المستشفى وبعدها جات لولي كانت لابسها هدوم هان وبدأت تنفز اللي في دماغها وتاكله وتلبس لبسه وكمان طلبت منه يشتري لها لبسه وبغز طلعه كم حاجه كده في بيته رخامة كده يعنى واوه طبعا مش عارف ينطق ولا يعترضه بقى تحت رحمتها تماما اما السنجف كانت بتحاول تلاقي لهو تعرف منها ايه اللي حصل بينها وبين مو بس ما كانتش لقياها في حتة لحد ما خطفت اخوها السباير عشان تجيب رجليها وتكلمت لهم على خطفه وعرفت انه منطرف صنج ومهتمتش خالص لتعديده لما قال لها لو ملجتيش مش تشوف اخوكي تاني وهيموت بدري بدري وركزت ان الموت هو الحال الوحيد عشان تخرج من الرواية وتروح تقول للكاتب انه حصلت احداث غير اللي هو ما متفقين عليها وطبعا مش هتلاقي حد يقتل أحسن من هان هو حد يطول يموت على ايد شرير الرواية ويسا عيتها كان هان في اجتماع مع ابو صنج في الفندق واللي قال له انه ما ينفعش يشتغل وصوح عشان هو وثق في عالة مو اكتر وانه هو لسه جديد فكر والرقل مش هيجازف بفلوسه وكان فايف لا تطلع في دي حكده ولا كده عن هان وزي ما يكون قلبه كان حاسس لان في اللحظة دفلت عليهم له وقالت له كده برده كاشف تسيبنيك مني فهيرة وشاريدة يرديك أستاذ وطبعا ابو صنج كان واقف ومتأكد انه مستحيل يشتغل مع هان عشان حواراته بكتير وقال له ان الصحافة هتلاقي محتوى حلوة قوي عنده فهالت دايق ان الرجل مصر على موقفه وقال له ان عالة مو مش كويسة زي ما انت فاكر وافتكر نفسه زمان وهو مرفوض منه ووقتها حاولت له تقرب منه فزقها على الارض ووقعت فكملت في اداء نسرين امين وقالت له كده تزقينا نوبناك اللي في بطني لا ملكش حق والجملة دي هي اللي نهت الحوار وخلت الرجل يسيبنهم المكان خالص وان شخصيا فقد الامل في الصفقة دي بعدما لقى نفسه هيبقى قبف يوم وليلة كده وقومها من على الارض واتخاني معاها على الهبل اللي عملت قوله من ساعة ما دخلت وقال لها انت شاكلك كده منوتك هيبقى على ايدي فدت له سكينة وقالت له ارجوك اتفضل ومتترددش ابدا بس ابننا تردد وما كانش فام هي منين ما كانتش عايزاي يقتيلها ومنين جاية دلوقت تقول له اقتني من فضلك كأنها بتطلب اتنين شاورمة استغل النقوة الشخصية الشريرة هنا وقال لها انها هيعمل عكس اللي هي عايزاها وده معناه انها تشيل فكرة المد من دماغها خالص ولسه العمر قدامها طوير وفي الوقت ده كانت سونج مستنية باباها تحت عند العربية ولما شافته قال لها انه مستحيل يشتغل معهن وكانت خلاص هتاخده ويروف يزوره نوف المستشفى بس شافت هان ولو بيركبه العربية سوا وما كانتش فهمة اللي لم الشامع المغربي ورجعوا سوا البيت وساعيتها له عملت بلوكل اللي خط فينا اخوها عشان يبطلوا يكلموها لحد ما تلاقي حلو وتموت وتنهي الرواية كلها وفضلت متمسكة بالترجط بتاعها وهو ان هان يقتيلها فبدأ يتعمل حاجات تدايق ويمكن يفقد اعصابه ويقتيلها زي انها تبواصل شغله بس ده برضو ما جابش نتيجة فجابت لب وزداني وقالت له هاعدا تفرج عليك وانت بتاخد شور عشان دي احداثنا بتحصلش غير مع البطلات وانا عمر ما جربتها فاخدها من افها وتراضع من الحمام زي الشطرة دافلت قدتها وقعدت تفكر ليه هان الشيدي المش راضي يطيلها وقيا جياله في صاميم تخصصه يعني وانتهت حلول الارض على الاخر واتطرت له تهديده تهديده على المفضل وهو انها تبعت الريكورد للصحوفة بس المرة دي ما كانش معاه وقال لها اللي عندك يعمل ايه وجيه يخرج من القوضة بس كانت كثرة القفلة غصبا عنها وتحبسه جوه فانمع السرير بكل بجاحة وكان متوقع انها هتسيبه وتنامع على الارض فقالت له لو انت فاكن كيوت وبتكسف فانا لا كيوت ولا بتكسف وهنامع السرير عادي وفعلا دا اللي حصل وهنحتار اكتر وكان شايف ان مشافش بنات زيها قبل كده فبس ابهاش تنام في حالها وقعدي يقليرها كل شوية واسألها ليه تعمل كده وليه عايزي يتلها قوة بالذات مع ان صنجة هتفرح اوي لو طلبت منها طلب زي دا وقال لها ان هو استنتج انها مش عايزة تموت في العموم وعايزي يتلها هو وبس فقالت له ما شاء الله عالكيو بس انا لو حكيت لك مش هتصدقني قال لها اجربي وهاب هيري فاهمته انها لو ماتت الاحداث كلها هتبدأ من الاول بس طبعا ما صدقهاش وقال لها انه يعرف كل حاجة عنها وانها يتيمة وبتصرف على اخوها وشكلها من بره بيقول انها طيبة وغلبانة بس الحقيقة انه مش شايف غير واحدة خبيسة لحد دلوقتي وكل واحد سأل التاني لو كان ويع في حبه فهان شافها بتتغرب من اسئلته عن اصلها فاصلها وقرر يزبر عليها لحد ما تحكيله ايا كل حاجة وتاني يوم راح هاني الشركة وكان مستغرب قوي انه لو ما جادش تبوز له شغله زي كل مرة وفيدي لي رايب كاميرات باب بيته واستغرب اكتر انها ما خرجتش حتى من باب البيت لحد ما السكرتش شافت تتخطف وقال لهاني يالله ومصلحة تخلص منها بس ابننا تصرفه ما كانش متوقع وجير يحاول ينقذها ويعرف هي فين وساعتها كانت لو ساحية ولاية نفسها مخطوفة مع اخوها اللي كان خلاص تكها وهيفتكرها لقيته على باب الجامع وهربت اخوها الاول وجدت تطلع هي من الشباك لقت نفسها سابتة ومش عارفها تتحرك ففهمت انه مشت زي الخطف ما يكملش من غير البطل وانها مش عارفة تتحرك عشان المفروض البطل ايكي ينقذها بس لقيت نفسها عارفة تتحرك في اي اتجاه تاني غير اتجاه الهروب وساعتها كان اللي خطفها جي وهي جات لها ازمة قلبية وكانت بتفرفل خالص ده غير طبعا سونج اللي كانت وقفة بره بعربيتها شامتانى فيها وبتقول انها مش هتطلع من جوا حية بس اللي حصل ما كانش متوقع ولا كان يخطر على البال ودفل هاني المكان دخلت دانجوانج في جابلين وباسها فلما فائت وبقت احسن لقيته بيقولها انه انقص حياتها وان كلمة شكرا مش هتكون كفاية فقالتلو بقولك ايه فوكا كان جعانا فشالها ورجع بها على البيت وما جاش على باله انه همها على بطنها في الظروف دي وساعتها سونج شافتهم وما كانتش ناوي الهان على خير ابدا ولما رجعوا البيت هان ما كانش فاهم ليه بنت غنية زي سونج تبقى عايزة تقتل واحدة زي اللي مش لاقية تاكل واستغرب اكتر لما لو قالت له انها بتغير منها وقفلت له على الموضوع وقالت له تاني انها جعيلة والمراضي هو كمان جيع بس اللي اتنين ما بيعرفوش يطبقه السجال هم اللي يطبق لهم من السماء وكان ساعتها اخوه نمشي وراها ووصلها فاستغلته لما عرفت انه بيعرف يطبقه وعشان كده استحملت سياحه المزعج وقالوا سوا هم التلاتة وبعدها قال له هان شرفت وانست واتفضل بها عشان بنام بدري وعندي شغل ستوب فلاه هياخد اخته ويمشي فقال له لاه قاعدة مش هتمشي فافتكروا المرتوطين بس هان قال له ان له الخدامة بتاعته وقال لها يجرى بيتها ساعدية فريشين السرير فدخلت له اخوها القوضة وقال لها انه مش هيسيبها تتورط في مشاكل لوحدها وكفاية انها عايش حياتها بتصرف على تعليمه وجميلها كتير عليه فقالت له ايه ده يا حبيب واختك انت طالع عندك قلمه وبتحس زينا فقال لها حسي بي انتي وقولي الهان يخلي نبات عندكم النهار ده عشان السرير شات له جامد بصراح بس طبعا هان ما كانش موافق يقلب بيته فندق لكن الاخدار كانت اقوى منه من نور قطع وتحبس الهمة الثلاثة في القوضة عشان اللوك مقفول واتفقوا يناموا هامة الثلاثة على السرير بما انه اكبر من بيتهم فرجعنا هان لخناقات منها يقعد جنب الشباك وصمم ينام في النص وراح اخوها في سبع نومة وفدلوا اللي اتنين مش عارفين يناموا وقاعدوا يتكلموا عن عمال سينجو انها بدل ما تبعد له عن مو قازت نوشا رابطه حاجة اصفر ودلوقتي عايزة تخلص من نو عشان ما تعترفش عليها وتفسر كل حاجة حتى الشركة فسابت له كل ده وقالت له انها مستغربة انه مصدقها معه ان لسا مبارح قيل عليها انها خبيسة قلناها انس اللي فات وانتي خبيسة قابس قلبي قبيض وقاعد يكلم نفسه كتير بس هي خلاص كانت نمت على نفسها ولقاها اقطع منها على السرير فامسكها بسرعة وحس قلبه هيطلع من مكانه كده راحت مكملة عليه ولف ناحيته وحضنته وهي نايمة والحق يتقال الولد حاول يصحيها بس شكلها كده نمعة تقيل وقضى اللي لكلها نايم مقتب عشان ما يلمسهاش اتمنى اخوها سابع الرجال يكون نايم مرتاح وفعلا بصراحة الولد صحي تاني يوم قال انه كان نايم مرتاح اول وكان مستغرب ليله وبطلت تطبخ مع ان اكلها كان حلوة قبل كده بس ستبال ايه حبيبي المشكلة دلوقتي هي انك كنت نايم مرتاح والودهان الميسكين مخفلش خمس دقايق وراح الشغل مطبق وهناك وصلت له رسالة من ابو سونج بيتفي معها على اجتماع مستعجل والحصن الحظ الاكاونت بتاع كان مفتوح على تابلة لو فشافت هي كمان الرسالة وقلبها تقبض لان الراجل حلف مش هيشتغل معا يبقى الحكاية فيها انا او فيها سونج وحصل زي ما توكعت واتفاجئ هان بسونج في قضة الفندو وساعتها كانت وصلت له على هناك والسكرتير ما كانش راضي يدخلي عشان كان فكره اجتماع فعلا وهتبوزه زي اخر مرة فقالت له انت فاهم غلط وانا مش هضحي بالوده اللي حلتي فسدها السكرتير وراح يجاهز العربية اما جوا في القودة فكان هان مستغرب ان سونج ما كلمتهش من رقمها فقالت له انها خافت لو عملت كده مايرضاش يقابلها وانها جاي تتكلم في الشغل طبعا مش في اي حاجة تانية لا سمح الله عرضت على اتفاق انه سلمها لو من قبل انهم يشتغلوا سوا وفي الوقت ده كانت لو وصلت وتسمعهم من بره فقال لي انا عارف فين لو ممكن اقولك على مكانها بس كده كده ابوكي مش هيوافق يشتغل معاها برضو عشان هو مقتنع بشركة مو وانتي مش هتأثر علي للدراجات فصفقتك خسرانة وده طبعا عصف سونجو لانها شايفة لو ما تستحقش يحميها كده ووجهته بافكار هذي وان نوت بان طيبة بس هي في الحقيقة خبيس قال لها او من عارف وعلى قلبي زي العسل فالتراستيش استغلت عندي لو ما كانتش مستوعبة انه بيدافع عنها عادي كده وبيرفض يشتغل مع سونج استنتها تخرج من القودة ودخلت هي وقالت له انها جات وراء عشان كانت خايفة سونج تعمل فيه حاجة فقال لها ما تستقلش بي قالت له والله يا اخو يا انت اللي طيب وخاف على نفسك منها وفي اللحظة دي دخل السونج عليهم وقالت له انه اللي جارت استخبت وراءك دي عندها حق ولازم فعلا تخاف منه وقالت له ان لو ما نفسش كلامها هتطلع عليهم اشعات انهم مرتبطين والنجور ورا البنت اللي كان عايزة اموه وفضحته هتبقى بجلاجل السبنة ما هموهوش وكان وافد له ماشي لكن ده فجأة وما بقاش قادر يتحرك فطلعت صاحبتنا كانت حطاله حاجة في الواين وقعدت تشمت فيه وتقوله انها تخلص منه هو ولو مرة واحدة وهيفصل كل حاجة وخرجت وثابته مستني الموت ولو جنبه وكمان قفلت عليهم الباب المرعب بقى يا ولاد النسونج حرباء دي ما تلعدش حطاله سم ولا حاجة من دي لا دي تلعد حطاله حبيت حمد الوزير عشان تدخل استحفيين عليهم وتفضحهم زي ما قالت بالزبط بيارتها كانت حطت سم مهوا والله وحاولت له تفوه وتخرجه عن اللي هو فيه وتخليه يدرك انه له وترجعه للواقع وفعلا نجحت وانقذته وانقذت نفسها وقالت له انهم لازم يعملوا حاجة قبل ما الصحفيين شؤون في القدسة وإلا شركتها ظنهور وانه طيما موت غيبوها محدش هيدر يوقف صيغوها تيطلوه هتخسره هو كل حاجة ومش هيعرف ينتين من عيلته فاقترح هان انها تستخبى في الحمام بس هي قالت له انه ما فيش حل غير انه ميبدأوا الاحداث من جديد وده معناه انه لازم يقتلها بإيه بقى كل ده هيخلص كأنه ما حصلش فصراحة هان انه خايف ينساها ورد فعله ده فاجئها قوي بس للأسف ما كانش فيه وقت للتسبيل دلوقتي عشان الصحفيين كانوا على الباب فزاقت له ايده اللي كانت مسك السكينة ودخلتها في بطنها فرجع كل حاجة من الاول وسحيمه من الغيبوبة وهان رجع الفندق اما لوفا لائت نفسها وافة في الشارع وبتغبطه عربية بالغلط وبينزل منها مو عشان تبدأ الاحداث تتحرك زي ما كان المفروض يحصل سأل هان سكرتيره عنه فقال له صباح الفول ده سابق من 3 شهور من يوم ما كنا في الفندق ومشيت وانت من ساعتها بتتفاوض مع سونج وما وصلتوش لحاجة وقال له ان وصلت له معلومة ان شركة سونج راح تتفاوض مع شركة مو وهان ما كانش فرق معه كل الراف يدرر النزدية عدى 3 شهور في الوقت ده بقى ياولاك كان مو لسا في من الغيبوبة وصمم يقابل عيدة سونج بنفسه عشان كان معطالهم كل ده عن الصفقة بسبب اللي حصله وان العقد ده لو تم هان مش هتقوم لقومة تاني وشركته هتقع وهنا بقى حصلت الحادثة وخبطوا له ان اول ما شابته قالت له ايده انت فوقت حندل على السلامة بس هو كان بارد وافتكرها بنت من اللي بيحاولوا يشقطوه فجي اديها فلوس قامت مكعبلة نفسها فمسكها وعملوا اي كونتاكت وجرز الامور كما خطت لها وسألها موزة كان قابلها قبل كده فقالت له لا مهي اكيد مش هتقوله انها بديته شلوت رقابه في السريب 3 شهور يعني وساعتها كان في حد بيصورهم من غير ما ياخدوا بالهم وفي الوقت ده كانت ام مو قاعدة مع سومج وابوها بتقولهم ايه رأيوكو واحنا بنمذي العقود نخطب ابننا مولي ابنتكم سومج ويه بقى ساتنا فدقائنا فقالت لها ما تكسفنيش باية تانت بس ساعيتها تكسفت فيها لان عشان وصلت لها سورة مو نو على مبايلها وقفلت بقها خالص اما عند مو نو جير السكرتير بتاعه بعضهم عن بعض وقال له ان المديره عنده حساسية من الستات بس اتفاجئ لما لقى كواس مفوش اي حاجة ونها مو الحوار بانه وعد له يتكفل بعلاجها وسبقه او السكرتير ومشيو وقفت لها تفكر مع نفسها ازاي تنقلت مرة واحدة من الفندق للشارع ومن هلموه ما بصراحة هاني استهل يتزعل على فراءه يعني فطلعت موبايلها تتسل به بس ساعتها كان مشغول وما شابش مكالماتها فقالت هو كده كده شرير الرواية وبيتخافش عليه وقررت تعيش اللحظة وتفرح مرة واحدة من نفسها بدور البطولة رغم انها نفسها ما كانش اشيك حاجة فجأت تاخد الفلوس اللي راماها موفوشي عشان تجيب بيها هدوم جديدة لقت الفلوس ستت في ايدها وبتقول كلام ما يطلعش منها ابدا زي احنا غلابة او بس ما بنتشيريش بالكلوس وانا عايز اعتزار مش فلوس فزيعلت اوي من كلامها ده لانها ما كانش بري معها حاجة غير الفلوس وانها تجيبه هدوم جديدة وفجأة لقت نفسها اتنقلت من الشارع لمكان تاني ما تعرفهوش وساعيتها مو كان في المكان ده قاعد مع مانتو وصنجو وبابا بيتفقوا عالصفقة ففتحت ام موضوع الجواز فقام اعترض وقال لها جواز مش هتجوزي لما طلبت منه سبب مقنع قال لها انه اساسا مرتبط عشان يخلع من الحوار وفي اللحظة دي كانت دفلت لو كأن القودة وكلا من غير بواب فكلمها مو بينه وبينه وقال لها انا مش فريق لانت مين بس يزقق معايا اليوم قالت له خلاص في هنتك يا برينس وهمس لدور حبيبتك وانا مونة زكي وهتشوف وفعلا عرفتهم على نفسها وقالت لهم انها حبيب فاتصدموا كلهم وقامت سونجو قالت له ان هي السبب في الغيبوة بتاعته ولسا لو كانت هتتقني معاها بس قالت مش هبوز الحبكة وعملت بريئة وقال اذا انا معرفش حاجة وقعدت تشتل نفسها في سرها انها مش عارفة تجيب جمل كل شي تخلع بيها زي ان سونجو بتفتري عليها ومورطوها وعشان البطء دا ورولها فيديو لها وهي طالع من قودة الفندق بتايري زي ما حصل بالزبط وقالت له سونجو انها اكيد كانت بتخدعه فقالت له لونها جات بس عشان ترجع له في لوفه وحكت ان في اليوم دا حد كلمها وقالها تجي ترجع هدومه للفندق وان دا كل اللي تعرفه فطلبت من انتم بايلها تتأكد بس ركزة لونها حد سرقوا منها وهي وقفة برا واكيد لسونجو يد في الموضوع ما بقاش فيه حاجة تثبت صح الكلامة وكلهم بقوا ضدها حد ما اقتحب هاني الاجتماع مرة واحدة كده فقال له مو انه مش عايزينه معاهم هانهون يسكت ابدا قالنا انا مش جاي عشانه انا جاي اصاف حساب قديم معلوم فصوطت له من جواه عشان هو المفروض في مركب واحدة ومش رجول اقن انه يقف ضدها معاه ووقتها كانت سونجو بتسخن الدنيا وبتقول ان هان ولو كانوا متفقين سوا هم سواب اللي حصل فاستناها هان تدفع عن نفسها وتقول اسباب لكن لقاها عاملة مسكينة وبتقول مش انا مش انا فقال لها خير اما اللسانك تطوير راح فين هي يا حبيبتي مش عارفة تشرحي من الحكة متحكمة فيها ومش مخليها عارفة انطق ولا تقول اللي هي عايزاك وساعتها مؤخيرا نطق وقال لسونج تثبت ان لو كانت تعرفان قبل كده فافتكرها بابها يما دخلت عليهم الاجتماع وقالت له انها حامل وحكى للي حصل للموجودين وساعتها لوف تطرت ان كل حاجة بازت لكن ابننا النبيه وقلب الترابيسة عليهم وقال لهم ان ممكن لو تكون مزوعة من سونج وعشان كده دخلت عاملة الشويتين دور ولو على لوف كانت هتدي له جايزة احسن تأليف وانبهرت افضل لما لقيته بيوقعها في ابوها وبيورينه الرسالة اللي بعتتها من تليفونه من 3 شهور يوم وقابلته في الفندق بس سونج انقرت انها راحت الفندق اساسا فقال لها طب انا لي دماغي لفت اول ما شربت الواين بتاعك ده غير ان الاعراض اللي شرحها هان هي هي اللي حصلت للموجود كده فيهم تقوم ان سونج هي اللي عملت كده في ابنها بس فضلت تنجل كل حاجة وانها كانت مع هان في الفندق لحد ما وقعها بالكلام واعترفت قدامهم كلهم وهي برضو فضلت تنجل لحد ما له نطقت وقالت لها انت كنت بتحاولي تقتليني عشان ما تضحكيش واقولي الحقيقة ويساعتها هان ما صدق ان له اخيرا نطقت وقالت الحقيقة فبعد اللي حصل ده كله قعد من معها واعتزر لها انه كان فاكرة واحدة ان البناتي اياهم وما كانش عارف انها بتشتغل عندهم ولما سألها هي جاية ليه قالت له وهي قلبها بيتقطع كده انها جاية ترجع له الفلوس فقال لها خليها لك بس يا حبيبتي ما لحقيتش تفرح عشان الحكة اكبرتها ولاية نفسها بتقوم وبتقول له خد فلوسك يا بي احنا ما بنشحتش فقال لها قدي انتي مختلفة عن كل البنات اللي قابلتهم قبل كده ولولا الملامة كانت صوتت من الابتزان اللي بيحصل وبعدين غير الموضوع وسألها تعرف هان منين فقالت له انها ما تعرفوش وملهاش علاقة بي وانا صحها تبعد عنه وساعتها هان كان قاعد مع ابو ثنج بيتكلموا عن اللي حصل وهددوا هان بشيكة كده انهم لو موقعوش معايا او داي قلوه هيفضح سنجه قدام الصحافة شيرير طيب والله واستناها هان لحد ما طلعت من الشركة وخدع على جنب وقال لها ترجع معا البيت عشان عايز يسألها شوية اسئلة فقالت له كل واحد فينا يروح لحاله وانه خلاص ما بقاش في بينهم حاجة تتقال فعمل فيها شيرير وقال لها انت فاكراني هاسبك تقربي من مو وانتي عارفة سري فحلفت له انها مش هتقول لحد حاجة بس طبعا مصدقهاش وقال لها لو مشيتي دلوقتي هتبقى كسبتي عدوتي فحاولت لوتها دي وتشرح له ان الرواية الحقيقية بدأت وانه هو شيرير الرواية وهي حبيبت البطل وقدر بيقول انها لازم تكون معاه وان هي وهو ما فيش حاجة فلاصطيج مع بينهم وحاولت تقاوم ملام في الحزينة وقالبه اللي تقسمه السن وودعته بمشير وحتى لما حاول يتكلم معاه تاني رفضت ويساعتها تحولت نظرته الحزينة لنظرة شيرير ربنا ما يوريكو يعني وقتها جي السكرتير بالعقود وكان فرحان جدا وقال لشكل كده العاد كان قدرك ونصبك من زمان فقال له ما فيش حاجة اسمها قادر بس طبعا السكرتير الغالبان ما فهمش انه بيتكلم عن لو الخزوين لسه واخدوا منها وكلم نفسه وقال لما نشوف يا ست لو القادر ده هيفضل على حاله في وجودي ولا لا وقرر هان يلعب دور هدم الملس دات وفجأة لايت نفسها اللو في مكان وجعاه لو كان نفسها تكل حلزول فجد تصطاده لكن مما كانش شايف ان ده تصرف كويس ولا كان عارف انها جعانة فسبها ومش وساعتها لايت هان بيأكل ومفسد في المطعم اللي قدامه وقعد التاني تندي بانها البطلة وانها حتى دلوقتي مش عارفة تعيش قصة حب زي البطلات يعني لا بقى في حب ولا بقى في اكل ولا حتى لفس حل والله سعبت علي وبعدها لايت نفسها مرة واحدة في المطعم اللي بتشتغل فيه وسبحان الله في ثانية كده دلقت كباية القهوة على شنطة زبونة فتخانقت معاها وعيرتها ان الشنطة بمليون جنيه وكلام الافلام ده وحاولت له تحتفظ بألتي تريوت البطلة الكيوت ومتقومش تجيبها من شعرها لحد ما جاء مهم حل المشكلة مع الست ودقى فلوس كتير وسابت كافي وخرب وساعتها هان كان برا وعارف ان فيه اكشن لسه هيحصل دخل السكرتير بتاع هاني رابت جوه جوه ولاقى له بتضلق قهوة في شنطة الست وبتقول لها انها كده كده دفعوا لها اكتر من ثمن الشنطة فاتبهدلها براحتها بقى كانت فرحانة قوي وهي بتتصرب بطريقتها ومش عاملة فيها البطلة الطيبة لحد ما لقيت وراها مون اللي باهدلها واتهمها بالكنب والعلاقة بينهم بدأت طبوس بدل ما تبقى نومانسية ولما طلعت برك كافيه شافت هانهون ابننا في عربيته بيشرب قهوة بكل نواءان فاتخانقت معاه وقالت له ان ما بقاش بي حاجة تخليه يجي يشوفها وان علاقته منتهت وعاده نفس الكلام تاني لحد ما سألها هي ليه موشين وازديت غيرت للدرجة دي طول التلات شهور وبقت عاملة فيها بريئة وهو شكل لول اجريسي في وحشيته المهم يعني انه قلناه انه مش هيسبع في حالها ولا هيسمح انها تقرب من لول حد ما تقوله انه بيحصل وانه غير احوالها فقالت له وفر على نفسك انا مش هقولك ومش هسيب موه محدش يقدر يغير القدر فداس الولد على نفسه مسألها لو كانت بتحب موه وقالت له مكتوب عليها حبه بس هو مقتنعش بكلامها فقالت له ان كل واحد موجود في العالم ده بينفز مؤمة معينة زي ما هو بينتين من موه هي كمان مؤمتها انها تحب موه ودي حاجات صعب يغيروها ومشيت له وقال هان ان هي اللي جابته لنفسها وربنا يسطر عليها بقى وبالليل قاعدت له حيرانة بتفكر في علاقتها ومشاعرها تجاهها واستغرابت جدا انها كانت معتبرة صاحبها وهو في الاصل عدو اصل بطلة اي دي اللي هتروح تتصاحب على الشرير وحاولت تنسى كل مشاعرها تجاهه وتكرر تبعد عنه خالص وتتجنبه عشان وجوده بيلغبط مشاعرها وبعدها لقيت نفسها وقفة عند التاع فطير وفي ولد صغير بيحاول يسرى فطيره والراجل افشه فدخلت له عملت البطلة الطيبة وفتكرت ان كده مو هيجي ويشوفها بتحاسب للولد الصغير فيحبها وكده يعني بس مش ده اللي حصل ولما خدت الولد وجرت عشان ما كانش معاها فلوس دعا لها وقال لها انفطرت وقعد بسببها وفي اللحظة دي جت لها الازمة والولد الصغير جري وسبها تموت ووقتها شافت مو جاي من بعيد قالت بس يبقى هو اللي هينكيزني ياكشي نخلص من الرواية دي اللي ملهاش اخر بس يظهر ان هنهون كان عنده رأي تاني ويشدها بعيد ويسلم عليها سلام من لهوا بس خلوني اقول لكم ان المراتي غرضه ما كانش شريف قوي يعني بس بنتنا شكرته وصدقته عادي كده لما قال لها انه كان ماشي بالشرع بالصدفة ولا ايه يا الله هو الكلام بفلوس وبعدها قاعدوا اللي اتنين يفرقوا في سرايرهم مش عارفين مالهم بأمور هفين كده ليه هي مش فاهمة ليه انقذة مع انه لو كان سابها تموت كده هتموتوا يسروا معاها وهو مش فاهم امتى بقى فرفور كده وخايف عليها وبرضو اللي اتنين مش لايين سوافة يعني ربنا ينور بصرتهم وتاني يوم جريت سونج على ام موت اعتزلها وتقول لها انها لسه عايزة تتخطب لهو وتحبه وكمان بابا قال لها تبطل تعمل مشاكل معاهن عشان بيكبر في السوق بسرعة جدا وقرايب قوي هيدوس عليهم كلهم لو كذبوا عدوته واه دي بقى شوية يا حبيب بابا فاتفقت معاه امه وقالت لها ان احوار الخطوبة ده مش بايدها والنمو عنده حساسية من كل الستات الا لو عشان هي كريز مفادع بقى ربنا يفك ديها يا حبيبتي وطبعا الكلام ده نال في السونج وروحت بتها تكسر في الحاجات لحد ما لات نوباي اللي كانت سرقاة من هواه على الارض وشكلها كده نوية استغله اسوأ استغلال وفي الوقت ده كان ابننا هنف كافه وشافه اخه لو اللي كان بيشتعل هناك وسلم عنه عشان كان بقاله تلات شهور ما شافهوش وبعدها طلب منه يسيبه يسوأ عربيته الجامدة دي بس هنفز لوك رفض وقال له ما بحبش عميتي الشعب يسوأ عربيتي فقال له ليه بس يجو زختي ده أنا بحبه فقال له تفضل المفتح يا حبيبي وتعالي نشوف حوار اختك ده وفعلا سيبه يسوأ عربيته رغم سواته البشعة وقاعد اخوها يديله دروس في الحب يمكن يتلحلح ويعترف نقول اللي ماشي يحب فيها من طرف واحد واتفق معا انه هيزبط لهم ده تسوا ورجع البيت عشان يشوف معلوها تلبس ايه بس هيه ما كانتش مركزة هرفي اني ازاي بطلت الرواية فقيلة بس عندها بيت جميل وهدوم كتير ونايس كمان تجيب ايفر رواية بقى هنقول ايه اترددت له ما كانتش مرتاحة اوي تقابل هن حتى لما عرفت من اخوها ان عايز يقولها حاجة مهم بس ويفت قدام الميراية مليون سنة برضو تشوفها تلبس ايه والوضع عنده اوه كمان مكانش مختلف اوي عنها كأنهم رايحين حندت شايماء بس في صراحة هسحب لقب هدم الهزنات من هنهول وديل ثوم عشان جات خبطت عليه وهو بيجهز وعطلته الولد عنده ديت وصحش يعني ودخلت ثونج ونفشت راشها وقالت له انها ما بقيتش عارفة تخلص منه عشان رجالة المسالسة كلهم بيحموها فمفيش قدامها حل غير انه ساعدها توقع بالنه ومو وبكده مو يبقى لها الواحدها فدحك هندحك ساخنة كده وقال لها انت شاكلت كده ما شبتيش وش التاني ده انا شرر جدا يا بنتي قالت له ما شفتوش ولا هشوفه وفتحت موبايل له وصمعيته الريكورد التاعه اللي بيقول فيه انه ابن عيلة مو يعني من الاخر كده هددته بسر حياته وقالت له انت ممكن ترفضني انا بس اكيد مش هتضيع من ايدك فرصة الانتقاء ومدت له ايدها عشان يتفقه فكان لسه هيشتمها بس لها الاحداث بتحركه زي ما بتحرك له ومدلها ايده غصبة عنه وكده يبقى ويع في ورطة وحشة قوي وساعتها كانت له مستنيه في المطعم وقاعدة بتحلل مشاعرها وتوترها اللي مش فاهمه سببه لحد ما جال درسونة سبت لها ورقة فيها سور الجراش فنزلت علي هناك شدت لها يا اخوها مربوط في كرسي ولقيت وراها هان اللي بصيلها بصات مرعبة وقال لها معاكي 3 يام تسرعي فيهم 6 ممو وقال لها اتودعها اخوكي للابد فقالت له يا حمدل على السلامة هي الرواية بدأت عندك فقال لها ما تتحمسيش قوي كده عشان انتي كمان هتحصلي لو ما نفكستيش اللي انا عايزه فقالت له من عناية وانا كده كده قلت لك ان لما الاحداث تبدأ مش هتعرف توقفها وطلبت منه يسابها مع اخوها لوحدهم ووقتها تأسف لها اخوها على البلاو اللي بيحطها فيها وانه كان فاكر ان هان هيطلب ايتها ومش هيتلع راجل الاعمال الشرير اللي بيدوس على الناس بفلوسه وهنا لو مسكت نفسها قبل ما تقوله ان هان مسكين بتحركوا الرواية وان كلهم لازم يمشوا حسب احداثها وخرجت من المكان عشان تلاقي هان مستنيها بره وقالت له ان كل اللي قالته بيحصل وان مكتوب عليه وبيعيشوا اعداء وجهي حبيبي يمسكها قبل ما تمشي بس الاحداث وقفته وفيدل ثابت مكانه لحد ما مشت وظهرت صنج من العدم كده وقالت له ان نينا عن حقق اترجت وعلاقة مولوها تبوز اول ما تسرق خطمه ويكشفها ويعرف انها جاسوسة وساعتها اعزمك على فراحنا وفي دي الهان مستحمل تحكم الاحداث فيه لحد ما ماشيت صنج وفرها دعا الاخر ووقع من نينا لحد ما صيحي ولقى نفسه في المستشفى والدكتور بيقوله ان ده حصل من الاسترس فالسكرتير قاله انت خلاص اشتغلت مع عائلة صنج وانت قامك قرب قوي فعشان كده تلاقيك مضغوط فتنى حل الساف كده وافتكر نفسه عم بضيق وقال ياه وانا عايش حياتي بس عشان انتقم ده انا حتى ما بصيفش فقاله السكرتير ان ده هدف حياته من وهو عنده تسع سنين احنا هنخيب ولا ايه قال له مش هنخيب وما فيش حاجة هتوقفني وهنتقم منهم كلهم وردواني البرينس مشحفا مني اما لوفا كانت قاعدة بتفكر ازاي تخرج نفسها من الفخ اللي ويعت فيه وقالت زي ما هو عايز نسرق الفتم منه خلال 3 ايام انا بقى هتجوزه خلال 3 ايام وطبعا بنتنا خبرة كبيرة في ادوار القفعة الصفراء فهتعرف ازاي تجيب رجله وتتجوزه بكل سهولة بس الهدوب اللي عندها دلوقتي ما تنفعش خالص للخطة بتاعتها فجابت مقص وقصة فستان من بطاعة عشان تأثروا ودخلت على مو الشركة وهي فاكرة نفسها البطلة التانية الشريرة بس ما فيش حد فوق الحابكة والتعبلت له وتقطع فستانها بعدها على طول عشان فقيرة وشريابه استعمل وكده فتقريبا ثابت على مو خدها يشتري لها قدوم جديدة بدل الهلاهيل اللي عندها بس ده ما بسطهاش عشان ما كانش بين على مو انه معجب بها ابدا ولا انها قدرت تأثر عليه يبقى ازاي اللي اتنين هيجي عليهم يوم ويتجوزوا وبعدها فكرت تلجأ للكليشهات تاني وقالت هتعمل نفسها بتوع فيبوسها بالغلط وهو بيلحقها بس ولا مرة كانت بتنفع لحد ما هو حس انها اوفر وسألها دغري كده عايزة ايه منه فقالت له عايزة تجوزك واحنا مكتوبين لبعض وفي اللحزة المحركة دي دخل عليهم هين اللي كان جاي يعرض على مو انه يشاركه في مشروع عائلة سونج زي ما اتفق مع سونج ده حربقة بالزب وبكده يكون ضرب عصفرين بحجر وخلص من زن سونج بس مو رفض العرض بتاعه وما كانش باين عليه انه وصق فيه وحاولت له تضلق القهوة على الملفات بتاعتهم عشان كانت شايفة ان الاحداث كده هتبقى مملة فخالها هان على غفلة كده ورجبه الاسنسير وهناك سألها ليه قعدة عطاله بدل ما تسرق الفيت مو ليه عايزة تتجوز مو فجات تخرم الاسنسير عشان ما تردش عليه وقف بهم وعيته لو ما بقاش فيه مفر للهروب وده خلها هان يتصرف على طبيعته ويتكلم بنبرة سومة العاشق ويسألها ليه لازم تكون عدوته وليه لازم تتجوز مو فقالت له انها تتجوزه عشان بتحبه وساعتها انا وانتو سماعنا صوت قلبه وهو بيتكسر الا هو ما كانش فادي يا مالها بردت كده ليه وساعتها اشتغل الاسنسير وخرجت له عشان تلاقي موف والشاو وبيقول لهان ان ما كانش يصح ياخد حبيبته ويمشي كده عادي فقال له خليها لك خالص وعيشي وهو غطبان وبعدها يا مو قال له انه سماعها وهي بتقول انها تتجوزه عشان بتحبه وانه هو كمان موفق يتجوزه عشان شكلها بتحبه بجد مش حب مصلحة زي سونجة حربقة فقالت له بيس يا مان الفرح بكرة اصلا مستعجلة خالص مستعجلة قوي فقال لها ايش طماشي بكرة انت لو بتتفق على خروجة كنتو خدت وقت عن كده يا شباب والله اما هان فكان قاعد مع سونج بيحكيلها على خيبته القوية واللي حصل عنده مو وقال لها شكل كده مش هتتجوزيه للنهاردة ولا بعد مليون سنة ولسه ملحقش يفاهبها ليه لقوا مو دافل عليهم وفئده لو اللي عرض الجواز عليها قدامهم هما الاتنين ايه ده؟ شامين ريحة شياط لا ده سونج وهان بيولعه عادي وزقتها سونج من الغز وققعته على الارض وكان واضح انه هان ملوش دول في المشهة ده من الرواية فكان بيتعامل ويتكلم براحته فساب سونج تتخلق مع مو براحتها ونزل هو على الارض يشوف نول اللي اتخبطت في دماغها دي عملا ايه؟ وهي بصراحة كانت ناسية واجع الخطة ومركزة في هانهون اللي بقى طيب معها فاجئة وكمان خايف عليها والاحداث مش متحكمة فيه فجات سونج فجأة تضربها بسكينة من اهرتها فمناعها هان بسرعة وتعور هو في ايده وبعد ما الخناها خلصت استفراضة سونج بلو وقالت لها انها خطفت رجاله ولطاشتها قلم وجدت لطوشها التاني راح تلوه وقفاها ولاية نفسها عارفة تتحرك عادي هي كمان ففهمت انها تقدر تتصرف على طبيعتها طول ما مو مش موجود فقالت لها تعاليلي بقى يا روحي عشان انا اساسا مولودة شريرة وده ملعبي وانا سكتلك من اول المسلسل وردت لها الالم انا مين وقالت لها تشوفي مني وشي تاني طول ما مو مش هنا وفعلا اول ما جيه مو رجعت له قعدت على الارض وقال يعني سونج ضربتها فطبعا مو كذب سونج وقال لها انو مش هيسكت لها بعد كده لو داقت له وقوامها مو من على الارض وساعتها افتكرت اللي حصل لهان سجريت على المكان اللي كانوا فيه بس كان مشي ومش بها منه غير دمه اللي كان سائل على الارض من ضربة السكينة وبعدها رجع مو بيته وعرفت قوله انو فرحه بكرة وانها اخر من يعلمه انو كمان هيتجوز له اللي ملهاش اصل ولا فصل فقالت له قلبي ورب غط بانينا عليك بس هو صمم على موقفه اما لو فضلت قلقانة علي هان وحست انها محتاجة توضعه قبل ما تتجوز دا مهما كان عشرة برضو قررت تروح له بس للأسف سونج سبقيتها وراحت له تطلب منه يقتل لو وديت له خنجر مخصوص فتخلق معايا وقالها انها مجنونة ومش معنى انها مسكة عليه زل لانها تخليه يقتل بس زي ما انتو عارفين ان الاحداث هي اللي بتحركهم وخد هان الخنجر غصبا عنه ووقتها كانت وصلت له قدام باب بيته بس لايت نفسها تنقلت من المكان ليوم الفرح وكمان لفسها فستان ابيض والف مبروك الاحداث تسراعك وساعتها فهمت له ان الستات اللي دخلوا عليها قضيتها كانوا اهلموا انه مش طائقانها وهيتخنقوا معيها وفي الوقت دا كانت سونج برا بتقول لهان انها مستنيها الفرح هي اللي بعزها فهان قال لي انا مش هقتلها قالت له خلاص يبقاها في ضحك قال لي اعمل اللي تعمليه بس للاسف معرفش يمشي ولا يتحرك من مكانه كأنه مكتوب عليه يقتلها وبعدها حطت سونج مخدل في قهوة نو كانت مخططة انها ما تخلقوش يحضر الفرح بس امه شربتها مكانه بالغلط مع انها كانت مجاهزة خطة تبوز بيها الجوازة وتورط له في سرقة الخاتم وكده سونج ويعت في شر اعمالها للمرة التانية وبعدها على طول عرف نو و لو ان امه رفضت جوازة وحفصها نفسها في قدتها فحاولت له تدخل تتكلم معيها بس ما لقتهاش وبعدين طلعت له عرسة للمعازيم وجيه الوقت اللي هان يضربها فيه بالخنجر مع انه من جوا بيغني اعذرين يوم زفافك ما قدرت شفرح زيهم وفعلا قرب منها بس الزمن وايف بيها في اللحظة دي وظهر كاتب الرواية الشبر ونص وقال لها انها دخلت الرواية بشخصية غلط وانها فعلا المفروض تكون صنج ومعنى كده انها لو ماتت دلوقتي على ايد هان هتموت بحق وحقية مش هتطلع من الروازة مهي فاهمة قالت له يا لاحوي يعني دي كان الجنازة مش جوازة فقال لها عليك نور وربنا معاك بقى جوه عشان احنا مش عارفين نعمل حاجة وتكير يا امر لحد ما تعرف تخرجي ومتعمليش مشاكل مع حد ومشي وصابه اتكلم نفسها واول ما رجع الزمن يتحرك قالت له انا مش هتجوز ومشي هنلاق إراضيا كده هو والسكرتير كأنه ما صدق وقالت له لي مو انها عندها كانسر وايامها في الدنيا معدودة قال لها ما تقلقش يا روحي عندنه مستشوى كبيرة نعالجك فيها قالت له طب احنا اخواته ما ننفعش البعض قال لها لا انا وحيد وما ليش اخوات وفهم انها بتحاول تخلع فسألها عن سببها الحقيقي وساعتها تزانى الجامد ومعرفتش ترد فقالت له بصراحة كده انا بحب هان وراح تسلمت علي سلام من اللغوة قدام الناس وموت فضح وسط يوفو في ضيحة ما تمنهاش لقلد اعدائه وفي اللحظة دي هنوصل للخرطوم قفيرا وفهم ان مشاعر دي معناها انه بيحب له مفاجأة رهيبة فعلا يا فنان وفي وسط المشهد الرومانسي ده تلعت واحدة تصوت وتقول انه قومه موت قتلت وانه لو كانت اخر واحدة شافتها ومنع مو اي حد يتحرك من مكانه وروحوا كلهم يشوفوا ممتو ولو ما بقتش فهمة ليه الرواية الرومانسية دي قلب الجريمة وغمو المهم اتهموها ان هي اللي قتلت الست ومحدش كان مسابدة انها مظلومة وساعيتها هنوصل كفتله كانو بيجيبه صونج من افاها وهي بتحاول تهرب وواجهوها بموت فكملت افترة هي كمان على لو قالت له منها سرقت ختم وموت ولما منطق افشتها ادتها بيه على دماغها وقتلتها وفقد كله لقوا فيديوهات كاميرات المرهبة منصوحة وكل الخيط بتقول ان لو بقت قتلت قطلة قد الدنيا لحد ما جات واحدة من قرايبهم وكانتها تضرب لو بالقلم فوقف اهان واستغرب جدا ان لو كان ستسابها تضربها عادي ومدتهاش ألمين ده غير اللي محدش ويصدقها خالص ومسك ايديها وصابهم يموتوا بغزهم وقال له منه وصدقها وانه مش من حق احد يتهمها بحاجة من غير دليل وماهتمش لتهديدات سونج عشان هي كمان دخلت في سكة مش حلوة وبقوا خلصين ووقتها السكرتير شغل انظار الحريق عشان يعرف يخليهم يسيبوا المكان وفي وسط ازدحم حق انت سونج ولو بحقنا وتعبت فشلها انهون وراحوا المستشفى وكان وقتها تحسنت شوية فقعدوا يرجل حد ما يجي الدكتور وقالت له انها اعترفت بحبها لي قدام الناس كده وكده عشان تخلع من الجوازة فما يزعلش يعني فقال لها لا يا روحي دا يوم المنى وبعد شوية جيت دكتور بس ما كانش الدكتور اللي بيتابع معاه هان فقال لي منه ما كانش مرتاح فاتكلم مع السكرتير بعد ما لو رحت مع الدكتور تعمل التحاليل وسأله لو هو اللي جابه بنفسه قال له لا دا انا اللي قابلته بالصدفة فاستغرب هان انه عارف اسم له واعراضها عادي كده وساعيتها كانت له هي كمان قلت من الدكتور وطلعت تجري منه وهو يجري وراها لحد ما دفلت استخبت في المغزن وراح هان هو كمان يدور عليها بس الرواية نقلته من نقطمر صحفي فجأة وما بقاش باهم ايه اللي بيحصل اما في المغزن عند له دخل دكتور كوفتا بينه زيف ومعاها اخو اللي عامل نفسه فقد وعي وهددها بيه فخرجت قدامه وقالت له هو انتم وراكوش حاجة لانكو تهددوني باخوية شوية كرياتيفيتي يا جماعة مش كده والراجل الحمد لله ملحقش ينطأ كلمة كمان عشان اخوها قام ضربوا على دماغ وفرح قوي انه عمل حدا صح بس الحلو ما بيكملش عشان الدكتور قام وخدر اللي اتنين ورجعنا نقطة الصفر تاني وفي المؤتمر الصحفي اتصيت ثونجا حرباء بهان وقالت له مبروك عليك ضمن شركتنا وكده شركتك هتبقى اكبر شركة في البلد وهتقدر تنتهم منه بكل سهولة والسرك هيبقى فبير فساب كل اللي بتقوله وسألها عن لو قالت له لا لو تنساها خالص ويمش مع المركب وما تصدعنيش معاه فجيه يقوم من عالكورسي معرفش وما بقاش عارف يعمل ايه ولا ينقذع ازاي اما لو فكانت قاعدة مربوطة لحد ما جات سينجو كانت في ايديها حقنة وقعدت قدامها ووجه وبعد بانها قاتلت امنا وافترت عليها والسونج كانت بكحة عادي فلميتها لو قالت لها انه حرام عليها تيتي للست عشان بس تتجوز منها فقالت لها لا يا حبيبتي انا قتلتها عشان اخلص منك وساعيتها لو كانت بتحاول تفك الحبل اللي وراها بالمشرة اللي خدته بس وقفت لسواني لما سمعت سونج بتقول لها انهان اللي كانت متعودة يجي ينقذع كل شوية خلاص باح وشكرتها عن ريكورد التوى عشان لو لا ما كانتش عارفة تهدته وتخليه راح نشاريتها وبدأت سونج الجائزة الحقنة خلاص وتقتل لو قابت بنتنا ايما مهددها بالمشرة اللي معانها وهي بلطجة ببلطجة بقى فقالت لها سونج يا تقتليني يقتلك ونا بريطان مستفذة عصابت لو اللي كانت شايفة القتل سألي جدا وعادي تقتل سونج بس فاجئتها سونج وقالت لها ان البطل عمرها ما تقتل وان القتل ده تخصص الادوار السنوية وان لو سرقت دورها ولازم تنتيم منها وبنعرف بعدين ان سونج كانت طيقة لما زلما نواف والكاتب ظهر وفهمت كل حاجة وانها كان المفروض تفضل له وقتلت امه مو عشان تلبسها فيها وتنتيم منها وبتقول لها سونج انها هتفرح قوي لو قتلتها واختفت من الحياة كلها بالذات ان هان محركوا لاحداث ومستحيل يجي يعرف ينقذها بس سونج ما كانتش تعرف ان هان ممكن يعمل اي حاجة عشان ينقذ له حتى لو ده معنا انه هيبوز الحبكة كلها وقام هان قدام الصحفيين واعترف بسره الكبير وقال لهم ان هو ابن غير شرع العيلة مو وانه كان بيعمل كل ده عشان ينتيم منهم وبكده ما بقاش تحت سيطرت الرواية وساب المكان وجير يلحق له ده الحب طلع لا يعرف المستحيل بصحيح بس هو اللي مستحيل سونج يتصدقه انها هتلاقي هان قدامها وكمان ياخد ضربة الخنجر في بطنه ببدا له وواقع قدام الاتنين وهو سايح في دمه بس رغم كده خد الحقنة ودبق افرق بتسونج وشربها من نفس الكاس وبعدين وقع في حضن لو وقبل ما يقوم عليه صاليس قال لها انه ما اعتبرش اعترافها بحب واعتراف كده وكده يا عم ما تقول بحبك ده انت بتموت يعني المهم خديته لو واخوها والسكرتير وكانوا في طريقه من المستشفى وهما في العربية سمعوا باللي عملوا هان في الراديو والبالك كلها عرفت انه اخو موت فكده ما بقتش المستشفى مكان مناسب خالص واكترح اخوها مكان جامل جدا وفي الاخر بتلع بنسيون عادي والسكرتير عمل فيها دكتور وخيط له الجرح وصمرت لو تبات معي فخد اخوها سابع الرجال ومشيو اما منفة كان بيدور على هان ولو بس ما لقاش ليهم أثر وقرر ما يتكلمش في الموضوع مع الصحابه عشان الشوشرة والفجأة لقى سونج اللي قامت وبقت زي الحصان دخل عليه وبيتولعه على لو هانو بتقول له انه ممكن يكون اتحد صوت في لعبة الانتقام دي فقال لها ان اخو لو كمان مش لقينه قالت له اه من عرفة وتلعب كمان عرفة اسم اخوها وهنا مو شك فيها وسألها تعرف اسمه منين واذا كان ليها يد في الموضوع واذا كانت هي اللي كانت بتهدد لو طول الوقت ده فقعد التصيح وتقول له ما تزلمنيش وانطل عمري بحبك وليه مهتم بنوع عمرك ما فكرت فيها فقال لها سوالي الموجودة او مش موجودة عمري ما هفكر فيك والله يسونج دي لقى يا كرامتها في كيس شبسي وتاني ينصح هان لقى نفسه في الفندق ولو معاه فلما سألها يا ترى يا لو انا القصدك ليه قالت له اكيد عشان تعتذر لي عن ماشيك ورا سونج طول الفترة اللي فات قال لها ياريتني ما سأل فكملت عليه وقالت له ان الحق عليها برضو عشان لولا الريكورد بتاعها ما كانتش سونج كشفت سيرو والحمد لله قبل ما يفقد اعصابه من زكاء غال خارج دخل اخوها والسكرتير يتطمنوا عليه واتكلم هان مع السكرتير وعارف منه انهم جمدوا كل املكه وانه خسر كل حاجة فقال له ان كان عامل حساب كل ده قبل ما يكشف سره وطلب منه ما يقولش حاجة له بس ما كانش عارف انه اخه له وكالة انباء متنقلة وقال له منعزبهم على الغد عشان هان دلوقتي بقى انفلس ومش لاياكل وعارفنا واما بيكلوا ان هان تلق عامل حسابه فعلا ومحوش له ارشيل الزمن وبعدها اتكلموا عن سونجو وقال له هان انه ما ينفعش تفلت بعملتها فقالت له ما توجعش ادناك وخلينا نستنى القصة كلها تفلص وخلاص فزناها في الكلام وقال له تحكيلوا احبر عالم الرواية ده اللي مبوز حياته من اول المسلسل بس ما لحقتش تقول حاجة عشان الاخبار زعت خبر موت ام مو ورغم انه كان لسه ايه للسكرتير بتاعه ما يجيبش سيرة خالص وكان بعده يدور على حاجة نقصة في القدم خليه شكك في كل اللي بيحصل ده داخل انهم بيدوروا على العروسة الهربانة اللي قادر على التحدي والموجهة فاتفرق عن بعض في المطعم وخده هان وخرج ووقتها كانت سونجو بطير الاخبار وشمتان وبنشوف معاه الموجه اللي مو بيدور عليه واللي له علاقة بموت ام قبل له هان فكانوا بيجروا من البريس اللي بيدور على له وراح استخبفه بروفت محل وبعد ما طلعوا اشترانها هان هدوم كتير وغارت له لما لات البنت اللي في المحل بتحاول تشقوته فعملت فيها خطبته وخدته اتخرجت وبعدها بعت له مرسالة بيطلب فيها انه يقابله فراح لوحده مرضاش يخلي له تيجي معاه وفضلت هي واخوها مستنيين وبرة في العربية وقعدوا الاتنين يفكروا لو كان مو مقتنع فعلا انها قتلت امه فاخوها قال لها انت صحيح فيك العبر بس قلب قبيض ومستحيل تيتلي وفتح معيها موضوع هان وقال لها انه بيحبها بس ما صدقتوش وقالت له ان هان منوش قطر ومانسي في الرواية اساسا فعمل نفسه مجتمع حاجة وقال لها لو ما كانش بيحبك ما كانش خاطر بحياته عشانك ولا عمل المستحيل عشان يحميك وهو ده ايو ده هو ده الحب الحقيقي وسأل لو ايه كمان بتحبه فقالت له انه المفروض تحب مو وسألته ايه هو الحب اصلا فقال لها دي اسئلة تطلع من واحدة ما شافيتش افلام التسعينات الامريكاني وانه خلاص فقد الامل فيها اما هان فكان بيعترف جوه المو انه بيحبه نوه وانه مو مش من حقه ينطق اسمها على لسانه بعد ما شك فيها فافتكر نفسه جاب الزاتونة وقال له ان شاكك في صونغ بس مش عارف يوقعها ازاي فكرر هان يساعده رغم انه بطيء وبيفهم متأخر وخططه سوى انه موها يطلب منها تروح الفندق ويقول له انه يخطبها وفي الوقت ده يكون معا الخدم بتاعه ويسيب الباية على العد لله ولما مش سأله السكرتين اللي بيساعده قال له ان بيعمل كده عشان يحل علوه ويسيبها له خالص وفي الفندق دخل هان القوضة بدل مو كان بيسجل لسونغ وظهر في التسجيل انها موراته لوف جريمة هي اللي عملتها ووراها الخدمة وقال لها انه ملاقوش عليه بصامات له فلقاها بتطلع الجهاز اللي بيسجل لها فيه وبتقول له انها مش غبية زي ما هو فاكر فقال لها هان ان التقارير بتقول ان الستة خبطت وماتت يبقى ازاي لو قتلتها فابنرفزت صونغ من تطبيله له وقالت له مش معقول كل رجالة المسلسل بتحب له عشان هي البطلة يعني وانت لو سألت لفسك بتحبها ليه مش هتلاقي اجابة فرد هان عليها وقال لها انه فعلا مش عارك بيحبها ليه بس كل اللي يعرفوا انه على رأيي فنان الجيل تامر حسني لما قال وليمي سؤديها ما يشورو كده وخدس قالت له طبس كده عشان بطني قلبت وجدت سيبه وتمشي رح موريها انه كان بيسجل لها برضو بجهاز تاني وانه هيفتحها قدامه لما يجي دلوقتي وبعدين يبقى يسلم التسجيل للبوليس بقى وفعلا دفل عليه انه لقاها مسكة سكينة بتهدد بها هان اللي اول ما شايفه خد جنبه قاعد يتفرج على مجهته مع صونغ وكان نايس يجب في شهر بالذات انه صونغ قاعد التصوت وتقول له ما يسدهش اي حاجة يسمعها له هان فابنينة طلع مش سهل برضو وقال لها انه اصلا ما كانش بيسجل حاجة وانها شربت المقلب وبالهنة والشفة يا حربوقة وقال لها انه كان بيلهيها هنا بس لحد ما يروحوا بيتها ويجيبوا دليل ادانتها وبعد لحظات كان البوليس وصل ومع الموجة بتاع ام مو اللي لقوا عليه بصمتها وقال لها ما تلاقيش ده السجن عندنا مكيفة هنأكلك تلات وجبات في اليوم وهي طالع مع البوليس قبل تلول قالت لها تستحمل السجن لحد ما القصة تفلص فسونغ تنرفزت وقالت لها ما تتفقليش قوي عشان الكاتب قال ان اللي سبب وجوده في الرواية بيخلص بيختفي وما بيرجعش تاني ودي كانت صدمت له لان سونغ نبقت انه هنهول لما ساب المقتمر الصحفي وكشف سره كان تأكيد منه انه مش هينتقم وخلاص انه له اهم من الانتقام يعني سبب وجوده في الرواية اختفى وما بقاش له معنى وهيختفي هو واي حد يخص لدرجة سكر تيرو اختفى والناس اللي كانت دائرة تحكي انه طلع اخوه بقوا دلوقتي بيسألوا مين هن دا كأنه متولدش عبدا وان حبه ليه هيكلفه حياته كلها وهيتبخر تماما وساعتها كان هنواف بعيد بيسمعهم وفهم انه مجرد شخصية في الرواية لا وكمان هيختفي بس ده طبعا لو بنتنا حاببتنا محبتهوش لانها لو حبته فده معنى انها صنعت سبب لوجوده بس تفتكروا يعني سونجا حرباها تسيبها تفرح خمس دقايه من غير ما تنكد عليهم؟ اتسحبت من لسانه وقالت لها لو قلبك حاب مش هيطلع عليه لسابت ولا حد قالت لها سوري اصلا البطنة وامثال الاشرار دي مش من مستوية فثبتها سونجا ومشيت مع البوليس وهي تضحك دح كشير ريرا فيك وليق عليها في نفس الوقت وبعدها جي اخو له فقالت له يدور على سكر تير هن بسرعة وهي هتدور على هن سأل لها ثانية واحدة هو احنا نعرف سكر تير اصلا قالت له تبتعرف هن قال لها الاسم مش غريب عليها وهنا بنتنا كانت على بعد ثانيتين من البنك اتاك فجاريت تدور على هن وتفتكر ذكرياتها معي لكن ما لقيتهش في اي مكان واتلعت تعاية طفاء السطح وتدعي انها ما تنسهوش واعترفت لنفسها انها كانت عامية ومش شايفة قد ايه هي بتحبه وقعدت تنحة اسمه على الارض وهي بتعاية وتدعي انه ما يفتفيش لحد ما لقيته وايف وراها فبسيته هي المرة دي بقى عشان ننوع بقى وما نزقش بس الراجل ما بيحبش حد يدخل في شغله فبس هو برضو عشان النظام نزاوه وكان خلاص هياخدها ويرجعوا البيت يعيشوا في تباية ونباية بس لقوا مو قدامهم وهن كان متعصب او انه دايما بيقطع عليهم لحظاتهم الحلوة فقالت له له انها تتكلم معه وتشرح له قال لها ماشي بس خلي بالك اني لسه ما فلستش واني اوسم واجمد منه فقالت له طيل عمرك امر يا امر ورحت اتكلمت معمول ايته بيعترف لها بحبه فقالت له انها بتحب هان قال لها انه عارف ده بس ما كانش عايز يكتم مشاعره في قلبه وتمنالها حياة سعيدة مع هنهون وقبل ما يرجعوا سوا البيت حست له ان كان فيه حاجة مهمة لازم تعملها بس ما افتكرتهاش وتنشت ورجعوا البيت وسعيتها اخوها الحمد لله افتكر انه اخوها وعملهم تحي وطلب منهم يشكروا عشان لولا مجهوده ما كانوش بقوا سوا ولا فهموا مشاعرهم وقال لهان انه لازم يعدي اختبارات الجواز عشان يوافق يجوزوا اخته وكمان فلاها اتنين في قوضة الديوف مش في قوضة هان عشان هوب عائلة محافظة زي ما انتم عارفين يعان وبمناسبة العيلة المحافظة سمحول يقول لكم ان هن دخل قوضتها اول ما اخوها نام وعمل فيها تعبا من درح الصنجر ودخل نام على سريرة واعترف بنوايا الخبيثة وقال لها انه مشفري مع حاجة غيرها وفي وسط الاعدة الرومانسية دي قررت له تنكد عليه وقعدت تسأله اسئلة بهمية زي ايه اللي هيحصل لو اختفوا الاتنين ونسيوا بعض فابننا قال لها مش وقت نكد احنا ما سدانا سبع الرجال نام والتاني يوم صيح اخوها ملقهمش في البيت ومعرفشهم ما فين غير لما رجعوا قالوا له انهم كانوا بيعملوا شابين ففيض المأموس عشان ما خدهوش معاهم ولا اشتروا له حاجة لحد ما قالت له انها اشتريت له العجل اللي كان نفسه فيها وبعدها النادته يختار معاها فستان تلبسه هي خارجة مع هان فقال لها الف مبروك مقدما واول بيبي سموه على اسمي وبعدين دخل على هان وهو متأثر اوي وفي لحظة واحدة اختفى من قدامه فافتكر له كمان اختفت وجير يشوفها بس لقاها موجودة عادي فما حبش يقلها ويقول لها اخوك يرح في الوابق وساعيتها افتكر هان كلام سونجو انها فعلا لو قلبها حب مش هيطلع عليها سبت ولا حد وبالليل استنته له في الفندو عشان يتعش صعب حسب اتفاقهم بس لقيت مو دسل عليهم ويقعد بقى قريت له ام ياسطة دهان جاي وازن اننا وضحنا كل اللي بيننا فقال لها كلام جميل وكلام معقول ما قدرش اقول حاجة عنه بس بصراحة كده نشتريت شركة سونجو وعدت هان يكون الرئيس مقابل ان يسيبك ليه وهو وافق قالت له ده بقى اللي مش معقوله في اللحظة دي واسل هان وقامت له مسكت ايده وقالت له شوف المجنوم ده بيقول ايه فساب ايديها وقال لها ان هو بيتكلم صح جماعة لو سمعين صوت صويت ولا حاجة فدي انا بصوت داخليا وهو ان شاء الله مقلب يعان وحس هان ان لازم يوضح للون اللي بيحصل وكتر خيره والله يجي على نفسه المهم قال لها انه صحيح حبها بس حب السلطة اكتر وانه مش هيتخلى عن انتقامه بالسهولة دي وطلب منها ترجع لموه وتنسى خالص فقالت له تجرح قلبانه تنسى عليها ما بس سبع اسئلتها مفتوحة ومش يوسبها بنتنا تسكت ابدا جريت ورا لحد عربيته وقالت له انها مش مسدها الهبل اللي قاله انه لو هو متهدد او في حاجة حصلت يحكي لها ويحلوها سوا وساعيتها ضغط هانا على ايده جامت شكله كده مش مستحمل نفسه هو بيجدب بس سيطر على مشعله قال لها انه كان واضح معانه وانه خلاص ادرك ان الحب كان اوهام فقالت له انا عارفك كويس وده ما يطلعش منه فقال لها انها غلطانة وانها ما تعرفش قد ايه هو كان مهووس بالانتقام بس هي جات وشقلبت حياته كلها وحتى دوره في الرواية ما بقاش مغوط بس برضو له ما كانتش مسدقه الاخر لحظة وساعيتها جي مو وقف معاهم وهان قاله ما ينساش ينفذ وعده وانهم يمضي العقود بكرة ومشي هان وفضلت له واقفة معه مو وهي برضو مش مسدقه انه هان ممكن يجرحها بالشكل ده وبتمشي له مع نفسها كده وبيفضل مو وقف لوحده وبيفتكر هان لما راح له وخطط معاه كل اللي بيحصل ده وساعيتها مو كان معترض وقال له ليه تعمل كده في لو هي بتحبك بس هان كان شايف ان دي الطريقة الوحيدة اللي ممكن ينقذ بها لو هي انها ترجع لمو ومرضاش يقول له اي اسباب ولا يشرح له حاجة ولما رفض مو يشارك في الخطة دي يترجع هان وقال له ان ده اول طلب يطلبه منه كاخو كبير يعني وبعدين قال له ان طول السنين دي عبره ما حسده على كل اللي عنده بس المرة دي جزات بيحسده ان هي قدر يبقى معلو لان الدنيا الاسية دي ما تكفيهمش اما الاتنين وبعد ما خلص مو مخزوني الذكريات ده بنشوفها هان راكب عربيته حزين وشوية وهيغني سيبها بظروفها وساعيتها رجع مو وللو اللي فضلت وقفة في الشارع وسألته ليه شارك معا في الكتبة العبيطة دي فانكر انه بيجدب بس هي فضلت مصرة وساعيتها انبهر مو من سقطع فيه وقال له لو بتصقي فيه فعلا يبقى لازم تعمل اللي هو وعايزه ولب سابع ومشي قالت له ان وهو رايح كانت هي راجع وانها تلع عمرها شذيرة والحوارات دي كلها مش هتاكل معاها انا كنت متأكدا ان بنتنا مش سهلة برضه وعشان كده راح تلهم اجتماع التوقيع معاها لانشو بوكسي جايبها المو مخصوص وقعدت تأكيله بأيديها قدام هان فقال لها ما شاء الله ده شكل الحب مولع في الدرة قالت له بالضبط زي بنتا مولع كده فجيه يقوم يمشي قالت له مستنيينك في بيتنا عشان نحتفل بالصفقة احنا برضو نعرف الاصول وانت مهما كان كنت الاكس ولما راح له معاها لعاشا قالت له تجرد تتكعبل تاني يمكن يمسكها ويحصل اي كونتاكت والمستخب يبال وفعلا ده اللي حصل وقام هان يمسكها بس الحب كمان اعته تاني ومعرفش يلمسها وقعت له على الارض وراح مو يقومها وسعيتها هان قال لها انها كانت حركة لايراضية منه وانها دلوقتي لها راجل يساعدها وبعدها سمعت له سوت مطر وقالت له يبات عن دقوم اللي لادي بس هان شكرها وقال لها انه كان جاي يقول له مو انه هيسيب المدينة كلها ومش هيرجع تاني وجيه يمشي راح تجريت ورا الحد العربية وغالبا دي اعاد التكسيد لمشهد من فيلم حارين كريم بس اكيد لو مش هطاف تغني فقعد التعاية وتقول له يبص في عينيها ويقول انه فعلا مش بيحبها وبصراحة الولد خد وقت طويل عشان يعمل ده لان قلبه مش مطوع بس في النهاية قال لها انه مش بيحبها ومشي بالعربية وسبها وقفت عاية لوحدها زي استاذ مصطفى امر بالضبط وبعدها اخدها مو على البيت وعمل لها شيء وقعد يتكلم معايا ويقول لها انها احلى حاجة حصلت له في حياته وانه هيفضل جنبها على طول مهما حصل وانها المفروض تفقد الامل فيها لانه مش هيرجع لها فقالت له انها كانت خايفة انساها بلي كده بس دلوقتي هي مبسوطة انها تبدأ تنساها بالتدريك كأنه ما كانش موض في حياتها وبعدين افتكرت ان اخوها لسه عنده في البيت فقال لها لا انتي ما عندكش اخوات وده ما كانش مكتوبك السفي بتاعي فقالت له يا لهوة على الالم والجراح شكل الواد اللي بحياتي راح خصوصا انها اتصلت بالجامعة وما لقتهوش وافتكرت هان وقوة دخل عليها مغدود ففهمت انه كان عارف بس مرداش يقول لها وافتكرت كلام سونجة حربقة انلي مش مراي حينة من قرفها حتى وهي بعيد وفي الوقت ده كان هان واقف على السطح وعلى واشك انه يختفي من الرواية ودي كانت نفس اللحظة اللي فهمت فيها لو انلي اتنين مش مكتوبين لبعض في الرواية دي مهما حصل فقامت لو تجري تشوفها تعمل ايه بس مو وقفة وقال لها انه هان قرر يضحب نفسه عشانك وما تصعبش الامور عليه اكتر ما هي صعبة بس وافي يساعدها لما لقاها منهرة بمصرة تصلح الدنيا وفي الوقت ده كان هان خلاص بدأ يختفي بس لقى نفسه رجع تاني ومش عالصابح لا لقى نفسه رجع اليوم فرح لو مو وهناك سألها مو اذا كانت متأكدة من اللي ناوية تعمل وان دي قافر حاجة ممكن يقدمها لها وما اهتمش بهان اللي عمل يزعق له عشان يمنعها عن اي حاجة في دماغها والفيدي اللي هو وصيبت في مكانه بحكم الاحداث والمفروض ايه يتقرب عليه عشان يقتلها بالخنجر وقالت له له ان ده الحل الوحيد عشان يفضل عايش والرواية تخلص وشكرته انه عرفها يعني ايه حبه وقربت منه بحضنته وساعتها وجه الخنجر عليه مش عليها وقتل نفسه وقال لها وهو بيموت بين ايديها انه حزين عشان مش هيقدر يعيش معاها حبهم وبكده تكون الرواية خلصت وتقفلت حسب الحبكة وده هيخليهم يبدأوها تاني من نسختها الاصلية اللي فيها بطالتنا تشي اللي لعبت دور لو هتلعب دور سونج زي ما كان المفروض يحصل ولايت نفسها عنده قوضة مو في الفندو بس هي لسه فاكرة كل اللي حصل قبل كده واول حد خطر على بالها كان هان فسابت مو والرواية كلها وجهر يتدور على هان في الفندو وتعاد اول ما شهد شافته فيه ودخلت علي القوضة وساعت السكرتير كان موجوده مش مختفي ولا حاجة وقال لها ان سونجي جات بس هان ما كانش باين علي انه شافها قبل كده فبسيته زي ما حصل اول مرة لكن حسيت فعلا انه ما يعرفوهش وان شكلها بقى عبيت قوي فجدت قوم رح صاحبها علي وقال لها ان الاستسلام ده مش لايق على البطلة التانية خالص يعني فقالت له بما اننا بقنا اشرار زي بعض معايا انطير البطل والبطلة قال لها والله ما في بطل غيرك هنا وانتهيت حكايتهم نهاية ساعدة مش لايقة على ادوارهم الشريرة بس معلقش اولادنا برضو لازم ندعبهم ونفرح لفرحتهم ولو عجبكم ملخصنا النهاردة ما تنسوش تشتركوا في القناة واتفعالوا الجرس عشان يوصلوكم مننا ملخصات اكتر ويسلا